جمال رأيك ايه في كارات النادي الاهلي النهاردة عشان الكارات دي مبين مؤيد ومبين متحفز مش هادر اقول معارض بس متحفز على بعض الكارات رأيك انت ايه طيب عشان الجزئين اللي موجودين دلوقتي في جمهور النادي الاهلي لازم نبقى عارفين انه فيه فرق كبير مبين تصريحات افراد مبين رأي جمهور ومبين بيان رسمي ممكن جمال نعرض كاريرات كمان النادي الاهلي النهاردة وجمال بيتكلم نعرضها وبيان رسمي صادر عن النادي الاهلي خليني اقولك نقطة مهمة جدا الجمهور بيطالب بها جزء من الجمهور عشان يكون امين يعني جزء من الجمهور بيطالب بها قصة الانسحاب وان انا لن اشارك في هذه المسرحية وشافين ان النادي الاهلي وقع عليه ضرر كبير بانه يلعب مباراة الفاينل وحق اصيل طبعا لنادي الاهلي وحق اصيل لجمهوره انه يبدئ اعتراضه على ما تم من الكاف ولكن المهم والاهم من ده كله ان انت لما تيجي تتكلم على الجزئية دي تحديدا لازم الناس تبقى عارفة اللي واحد بتقول ايه اللي واحد بتقول انه في حالة التلويح فقط التلويح يعني انا ذكرتها لما احتلها من بعيد ان انا باهدد بالانسحاب بأي شكل من الاشكال يتم تحويل النادي للجنة التقديبية وتوقيع عقوبة فورا اصلا اه فمن البداية نقطة للناس بطالب بيها لا يمكن ونادي الاهلي لا يمكن انقع في خطأ بهذه السزاك اذا مما سبق نستنتج انه بيان كافي جدا جدا تمتع بالاحترافية ده رأيي الشخصي تمتع بالاحترافية الشديدة ما كانش ينفع يخرج اكبر من كده والدليل انه نادي الاهلي ثمن واكد على انه مستمر في خطوات التصاعدات المحكمة الرئيات الدولية هيعمل ايه خطوة التصاعدات اكبر من كده خطوة الشرعية ده الطبيعي الطبيعي وانت كمان بتتعامل مع مؤسسة دولية بص مع كامل الاحترام اتحاد المصر كورة القدم طبعا بس لما احنا هنا مثلا نهدد مرة نقول مش عجبنا مرة وبتاع مننا فينا طبع يعني هنقعف نلمي الموضوع مع بعض طبع لكن انا بتعامل مع جهة دولية اتحاد الافريكي فده ما بيبقاش فيه زار وانا داخل في صدام مواضح وكده ما بيبقاش فيه الكلام العنتاري يبقى فيه كلام احترافي مهم موضوع حصل مرتبتنا دي طبع